سمو الأمير بصفتك رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية الناس تسأل لماذا تأسيس هيئة للفروسية؟ فكرة الهيئة هي بناء على توجيه من سموه للعهد ارتاء سموه أن تكون كل أنشطة الفروسية تحت مظلة وحدة بالدرجة الأولى لتنظيم الفعاليات لتنظيم جدول الفعاليات أثناء السنة لإيجاد طريقة شاملة يستطيع أو تستطيع القيادة أيده الله أنها تطلع على كل نشاطات الفروسية سواء كانت سباق الخيل سواء كانت الرياضات التي تابعة لاتحاد الفروسية أو اتحاد البولو أو الرياضات التابعة للخيل العربية أضف إلى ذلك هناك خدمات مشتركة تحتاجها كل الجهات هذه تسهيلات تخص مؤسسات عامة أخرى مثل وزارة الزراعة مثل المالية مثل وزارة الداخلية مثل الجمارك كل هالجهات تتقاطع مع الاتحادات المختلفة وعن طريق الهيئة تستطيع أن توحد الجهود تنظم وتكون هناك جهة مخصصة تتعامل مع كل الأمور التي تخص رياضات الفروسية المختلفة